محمد عب معطي أمين؟ محمد عب معطي هو أمين شباب حزب المحافظين قال لك حينما نفت قارة الإخبارية أنباء استشهاد شاب ثاني على حدودنا الشرقية ومن دون ذكر اسم الشهيد الأول كانت الصفحات المحلية لمدينة سنهور بالفيوب طبعا لهم الناس دي طبعا متعاطية مع المواطن يعني الناس دي نزلة إلى القواعد والجماهير لأن حزب المحافظين اليمين للرأسمال المتوحش يتعاطى مع ملح الأرض بس ماشي ومن دون ذكر اسم الشهيد الأول كانت الصفحات لمدينة سنهور بالفيوم تزيع بثا حيا لجنازة شعبية مهيبة لجثة شاب مصري واسطهتافات للشهيد والشعب الفلسطيني والعداء لدولة الكيان المحتل أنت متأكد أن أنت قلت العداء لدولة الكيان المحتل وأنت في حزب المحافظين بتاع المهندس أكمل أرطم وأنا متعمد أقولك بتاع المهندس أكمل أرطم لأنه الحزب يبدو كأنه ملك لمؤسسه يعني بس ماشي سيبنا من دي يعني مؤسسه ومموله ورئيسه هو بتاعه يعني هو الحزب ده بتاع الراجل ده تمام ماشي يعني أنتوا في الحزب قابلين ده دي قصتك بس أنت متأكد من كلمة العداء لدولة الكيان المحتل أنت عارف المهندس أكمل أرطم بيشتغل مع مين ولا مش عارفه متأكد يا ابن تترفت فيها ابن الحزب دي ده ده شغل فيه بينهم شغل هو الكيان المحتل فيه شغل فيه فلوس رايحة وجاية مش تمولات تجارة وشغل ويعني إيه إحنا هندحك على بعض ولا إيه طيب ماشي سيبنا مش هندحك على بعض لما ابن المفتشر آه طبعا فيه بيزنس ما بينه وبين إسرائيل مهم يعني حين تغيب المعلومة الرسمية المؤكدة يلجأ الجميع لأخبار من مصادر أخرى يعني إيه المعلومة الرسمية المؤكدة أنت بتاخد يا محمد محمد عبد المواطي ابننا الكريم يعني علش ما أنا بأكيد يعني أكبر منك في السنة على قال لي يجيب عشرين سنة بس آه إنت كلمة المعلومة الرسمية المؤكدة بتجيبها أنت منين يعني لما أجي أتكلم عن الجيش أجيب المعلومة من فين من البيانات بتاعة القوات المسلحة المصرية طب ومن يصدر بيان القوات المسلحة المصرية المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية أنت بقى أبو حميد المعلومة المؤكدة بالنسبة لك إيه في حاجة اسمها قواعد المهنة يا أستاذ محمد يا عزيزي محمد يا صديقي محمد يا أخويا محمد في حاجة اسمها إيه قواعد مهنية في حاجة اسمها انضباط مهني أنا أرجع فورا للبيان الرسمي بتاع المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أكيد مش هرجع لك أنت يا محمد ولا هترجع لنا برضو يا محمد المناسبة يا عمي